تفضل من السعودية أخي أمير أنا عندي سؤال أولا تقول لي لماذا من الذي أجاز لعائشة أن تفتي برضاع الكبير فقط سؤال بسيط أنا أسألك يعني بعدين أنت تسألني وأنا أجاوبك إن شاء الله تعالى أولا جاوب على موضوع الحلقة من الذي أجاز لعائشة أن تفتي برضاع الكبير يا أخي قد ردوا عليك كثيرا من الذي أجاز لعائشة أن تفتي برضاع الكبير يا عزيزي ردوا عليك كثيرا أو أنت رد الآن ونشوف ردك إن شاء الله من الذي أجاز لعائشة أن تفتي برضاع الكبير لا يوجد أحد شرح الموضوع وأثبت به شرف عائشة كل الذين ردوا أثبتوا أنها امرأة عاهرة من ذوات رايات الحمر لأنه لا يوجد دليل أجاز لها أن تفتح صدرها وترضع فلذلك أسألك من السعودية من الذي أجاز لعائشة أن تفتي برضاع الكبير ما عليك بعالي بن أبي طالب بعدين لك حق تسأل من الذي أجاز لعائشة أن تفتي برضاع الكبير هل يخلق من هو؟ ما نسمع سؤالك ما نسمع ما يصير من الذي أجاز لعائشة أن تفتح صدرها وتخرج ثديها وترضع رجال قريش وهم يطوفون حول الكعبة؟ طيب هذا موجود عندكم أمكم والله ما عندنا نحن نسوان تطلع صدورتها بالكعبة وترضى هذا بس عندك مو مشكلة بعدين لك حق تسألني من كتبي وجاوك من الذي أجاز لعائشة أن تخرج صدرها على الكعبة ويصعدون الناس ويرضعون في سبيل الله أفواجها؟ طيب أنتم تطعنون نفيحة ما عليك بين حق لك بابا أنت تلبس شيء برجلك؟ من تطلع بره مو تلبس شيء برجلك؟ صح؟ هذا اللي تلبسه هو على ربك تخيل وعلى نبيك أجبني أجبني حتى ما أقول الكلمة أحسن هاي في حلوة طريقة هذا التمو تلبس شيء برجلك من تطلع بالشارع شنو تلبس؟ تخيل هذا على ربك وعلى نبيك إحنا كفار أحنا نكفر يعني الآن أمامك إحنا نكفر أمامك هو نقيدهم هو إحنا الآن أمامك نكفر ما عندنا مشكلة فإحنا ما عليك بينك كفار بعدين لك حق تسأل من الذي أجاز لعائشة تطلع صدرها على الكعبة وترضع الحجاج؟ لماذا للبيت يخلقون ويظلموهم؟ فقط أنت تسأل وانا أسأل؟ أجبني على هذا سؤالي هذا فقط أنا طارح برنامج أنت متصل علي لازم تجاوب بعدين أنت تسأل قل لي كيف أهل البيت؟ كيف؟ سؤال بسيط بابا أنا طارح عنوان حلقة أنت متصل علي لازم تجاوب أو لما تقدر تثبت شرف أن عائشة شريفة صعب؟ صعب صح؟ يا عزيزي صح لأن الزاني لا ينكح الله زانية ونبيك كان زاني ولذلك نكح عائشة فعائشة زانيته وهي من الزانيين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك ما عندك رد يلا حتى الآن من الآن نعدل الاتصال حتى نقصها نستفاد من عنده أخواني يشيع الناس إن شاء الله تعالى فمن الآن نبدأ الاتصال جديد لنقى بشوي زفيت رب ربا أنا أعرف الآن شلون أدير الاتصال حتى نستفاد من عنده إن شاء الله من السعودية يا أهلا ومرحبا يا أهلا وسهلا أهلا ومرحبا حياك الله أخي كريم سني موحد يا أهلا وسهلا أخي كريم سؤال الحلقة المطروح اللي أنت تجاوب عليها بعدين إليك حق تسأل أي سؤال من الذي أجاز لعائشة أن تعلم الناس وتفتي برضاع الكبير إن شاء الله أجب عليك بعدين فقط أجبني لماذا ما يصير أخي كريم أنت متصل على برنامج له عنوان لابد أن تشارك في عنوان البرنامج ثم بعد ذلك تطرح ما تريد فمن الذي أجاز لعائشة التي هي عندكم شريفة أن تخرج صدرها وترضع الناس في سبيل الله إجابة إجابة واحدة دقيقة كيف أهلا البيت يخلقون ما علينا أخي كريم أحنا أهلا البيت ما لهم دخل بالموضوع ما يصير ما يصير نحن نتكلم عن عائشة أخي كريم أحسنت نحن نتكلم عن عائشة عن روايات في صحيح البخاري ومسلم روايات صحيحة وأنت من السعودية أمة التوحيد والموسم الرياض والدق والرقص مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبي بكر ووجد عنده جاريتان تغنيان وترقصان فكان يحب الرقص صلى الله عليه وسلم جيد أخي كريم نحن نتكلم عن عائشة أنها كانت تعلم الناس تعلم النساء أن يرضعنه فتخيل أخي الكريم لو كانت أختك الشريفة المؤمنة المنقبة العفيفة الطاهرة الزكية النقية أن يدخل عليها رجل كبير مثلي أو غيري أو شباب كثر ويقفون في بابها أفواجا وأفواجا ويأتون من شهاده من عائشة أن يرضعنه من أحبة عائشة أن يراها ويدخل عليها كما قال عروة أخي كريم برواية صحيحة على شرط البخاري ومسلم أن عائشة كانت تأمر بنات إخوانها وأخواتها أن يرضعنه من أحبة عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كانت كبيرا خمس رضعات فتخيل أخي الكريم أن تذهب إلى بيت أختك الكريم المحترمة المقدرة العفيفة الطاهرة وتجد عندها سرب كبير من الرجال كسرب الحمام والطيور الذين يهاجرون في سبيل الله أفواجها فتجدهم واقفون منهم من يتحضر منهم من يعطر فمه للرضاعة منهم من يتهيئ منهم من يخرج ويمسح فمه من الحليب وأنت واقف في الباب وتقول أل في بيت أختي بقرة لترضعوا منها فيقولون لك المتجمهرون من الرجال لا يا أخ العرب إنا نرضع من أختك الكريم إذ أن عائشة أرسلتنا إليها فتخيل أنك تكون في هذا الموقف الذي روي بروايات صحيح أن عائشة كانت تأمر برضاع الكبير ورضعت الغلام الأيفع وكانت تأمر النساء أن يرضعن لأنها كانت تتعب ما عندها وقت سالم سبلان أبو موسى الأشعري الغلام الأيفع أمام عكرمة مجاهد علقمة شريح كلهم كانوا يرضعون من عائشة فالمنتخب زاد وزاد الطلب على هذه السلحة الجميلة وهذا العمل المبارك فعائشة تحولت إلى فريق كما قال عروة فكانت عائشة تأمر بنات إخوانها وأخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة فيا أخي الكريم نحن نسألك نقول لك عائشة من أجاز لها أن ترضع الرجال من أختك الكريمة ومن بقية النساء بل ويرضعون من ثديها مباشرة هل تعاهدني أنك لن تهرب من سؤالي؟ أخي الكريم نحن لا نهرب نحن أمام آلاف الناس نتكلم معك لو هربنا هذا يطعن بمصداقيتنا أجيبك بما عندي ثم أنت حكم نعم أجيب تفضل أخي الكريم بما عندك تفضل طيب في عندنا روايات تقول أن الرضاع كان عبر ماذا يقولون لهم مسعط أو السعوط يعني عبر ويعافي موجود في الروايات سعوط بن أبي سعوط الأصطعي طيب نعم نحن نتكلم من الآن رح نجي هل هو كان عن طريق سعوط بن مسعوط الأصطعي أم كان عن طريق رضاع بن رضوع الأرضاعي الآن سنأتي إلى هذه النقطة أخي الكريم سنأتي إلى الكيفية نحن نتكلم الآن عن الماهية من الذي أجاز لها أن ترضع يا عزيزي إذا كان الموضوع بالوعاء فليس فيها أي مشكلة أين المشكلة إذا كان بالوعاء الآن سنأتي إلى الوعاء وما دار حوله من رضاعات الآن سنأتي لأن الرضاعة هي كانت التقام الثدي مباشرة الآن سنأتي نحن نتكلم عن أصل الفتوى من الذي قال لعائشة إذا أرضعنا النساء الرجال الكبار يقتقع الحرمة من الذي أعطاها هذه الفتوى كيف يعني مثلا هل أنت تنكر يعني أنهم يدخلون مثلا يكلمون عائشة مثلا حتى الزهرة كانوا يكلمونها عادي ولا أحد يتهم الزهرة عادي الدخول نفسه أم الرضاعة ماذا تقصد ماذا أقصد أولا أحنا ما علينا بالزهرة ما علينا هذا مو موضوعنا نحن نتكلم نحن نتكلم من الذي أجأ ما عند رب عند رب قبل تأس حكا أحطل تواليتي يفتر عليه شلون الغرفة الفارغة بالغدس سوها كعبة لمدة 70 سنة أخي كريم نحن نتكلم عن أصل الفتوى سؤال صعب جدا فالق أمن بيهم قاسمة نص نحن نتكلم عن أصل الفتوى أخي الكريم أصل الفتوى يعني أن حليب لرجل كبير يحرم هذا من أجازه لعائشة قصة قصة سالم نعم سالم لسالم هل سالم كانت قصته عامة أم علماء السنة كلهم قالوا خاصة لسالم فقط اختلفوا يعني بعضهم يقول عائشة تظن أنه عام ونساء النبي رأتنا عليها ولكن الموضوع أنه عبر الوعاء يعني نساء النبي قلنا خاص وعائشة فقط قالت عام أخي الكريم هذا جوابي أنا فقط جوت بما أريد وصلنا للنقطة وصلنا نساء النبي كلهم قالوا خاص لسالم وعائشة فقط قالت عام صح؟ طيب استهدت صح ولكنه في كل الحالات عبر ويعقنا اجتهدت الله 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 دقرب ربي فلش قبلته مصحفة لا تبقي لهم الله الله هذا الحش هذا الحش العديل هذا الحش العديل الله متحملك من المركوبين والمركوبة متحملك الاتصال كله الله الله مرة ثانية انكسر المحبس الله اجتهدت الله فلها أجران أرجو أجر المرضعين والراكبان بعرس رسول الله الله نال حتي اجتهدت 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 ترضع الله اجتهدت ، ح жизتهدت اجتبي منها ما وهك دليل دليل ما اجتهدت اجتهدت تركب الله تركب تركبت الجمل هوهههههههه اجتهدت اجتهدت تركبوا الجمل وتقاتل عليش اجتهدت اجتهدت تدخل الرجال اجتهدت اجتهدت تنزع ملابسها الداخلية فرضعت اجتهدت اجتهدت أن ترضع رجال كبار ويدخلون عليها بلا حجاب لأن الرضاعة تحرم وهنا ينظرون إلى عرضها وسترها وإستها ودبرها وقبلها من أجازة لهم اجتهدت اجتهدت ما هو راح تصير مصايب هذا الرجل حينما يرضع سيدخل على عائشة وهي نازعة ملابسة وفاتحة رجلية تقول هاي شنا هاي معقول لها الدرجة تقول لي انت مو رضعت من نختي خلص انت ابن نختي يقعد يباوح هو يشوف ها منا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب لهذا ها كان يعطل زين بالله شوفي بالله ها بالله روح يمشي للمطبخ بس يمشي يشوف هو يجي واحد غريب يقول لأت شون تنظر العائشة بدون حجاب يقول له مو رضاعة من بيت اختها لأن الرضاعة اوقعت الحجاب هو هذا الاصل انا اجي بوية هذا جالس بالبيت ينظر العائشة بدون حجاب من الذي اجاز له رضاعة الكبير من اجاز لعائشة ان تفتي برضاعة الكبير ايش تهدت ايش تهدت ايش تهدت ايش بيه ؟ لابن من عسو رسول الله كل رف رسول الله اشتبي منه اشتبي اجتهدت بيها شاي ؟ ما بيها شاي ما بيها شاي ؟ شبيكم الضحكون انتم الشيعة المجوس اشتهدت 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 رضا جامع اشتهدت تكفر اشتهدت اشتهدت تدخل الزلم هو راح يبني قضايا كبيرة نحن من نقول نحن لا نتكلم على أن عائشة كانت تسير في الأرض فوجدت كأسا من الخمر فشربته على بركة الله واحد يقول يا بشتهدت شبها لها بين الماء والخمر وليس مشكلة هذا راجع له نحن نتكلم عن آلاف الرجال عشرات الرجال الذين رضعوا من صدر المرأة لأن علماء السنة ما قالوا سطع مصطعون قاكاسة لا توجد في ذلك الزمان حينما تقول كلمة رضاعة هي التقام الثدي كما قال الألباني والحويني آه هؤلاء علماء السنة قالوا لا يوجد شيء اسمه رضاعة شراب في اللغة العربية الفصحة الشراب شراب والرضاعة رضاعة فالنبي عصر السلام حينما كان يقول أرضعيه 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 رضاعة التقام الثدي زين هذا من رح يرضع من صدرها شلون سعيب حذاتها كارثة مو مشكلة نقول عائشة تحبه هذا وتفتح صدرها طيب من يشرب الحليب حليب 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 ما الذي سيترتب على الحليب على أثاره سيترتب أنه أصبح محرم إن الرضع منها صار بينها والرضع من أختها صارت خالطة فرح يدخل عليها بدون حجاب رح يشوف الطوت الوادم رح تقول له أنت شون شوف الطوت ما العائشة رح يقول له رضاعت ولكت رجال شبير من يار رضاعت ولك تعال من نختها رضاعت ونت صغير لا قبل ساعة يعني الحين الحين يشوفها حليب حليب أخت عائشة حليب أخت عائشة حليب أخت عائشة ونت ذو لحية والغلام الأيفع وروح النبي صلى الله عليه السلم هذا الحديدة المدفونة ومن رضاعت حليب من نخت عائشة شنو اللي صار وقعت الحرمة فدخلت على عائشة وعائشة بدون حجاب فنظرت لها واستمتعت فأصبحت مجنبا أغسل ثوبي من أثر الجنابة فقال القريشي لماذا الرجال كانوا يجنبون في بيت عائشة فقال السنة كانوا يتعلمون كانوا يتعلمون ولا كانوا يشاهدون 4K 8K 12K ما أدري المستقبل شنو جايب إنه بالواقع المعزز كان يشوفون هذا واقع شفتوا شون ربطت ربط فقال القريشي لماذا الرجال كانوا يجنبون كان يتعلم عندها غرفة للتعلم سنن النبي صح عندها غرفة للتعلم ولا عندها غرفة للتطبيق والمشاهدة اللي يعني الناس كلها صارت إخوانها إخوانها وبنختها والدختي والدختي تعالي والدختي والدختي والإدخالتي والإدعمتي وكل إحنا قرائي بإخوان على قولة سيعة العراق عندهم كلمة حلوة على السنة العراق نقول للعرض واحد طاب طالع هذا هذا واقع عائشة هيش كان طاب طالع كلهم العرض واحد بالضبط حتى يضربوا المثل يقول لي على السسائرين الخال وابن أخته محروف عندهم هذا الشي الزلم الطب على نسوان غريبة نسوان غريبة الطب على زلم غريبة هم بيناتهم الآن الشيعة العراق راح يضعكون عقل شيخنا حتى هاي تعرف هاي نعلى على دين مولانا شلون على لحوة للزومن السيد ما يقبل طيح هذو الشي على السيد دمرهم العرض واحد صاير عدم ومعروف هذا الشي عائشة هيش كانت عند هالوضع طب زلم تطلع الزلم الطب نسوان تطلع كم عم ببيت هذا شنو هذا شنون انتم مطبون والله راضعين راضع أنا قبل يومين راضع قبل ساعتي راضع قبل ست شهر راضع قبل سبع تشهر كلها راضعة 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 ويدبط يدشون يطلعون يلعبون يجون يهيون ماكو مشكلة على بركة النبي صلى الله عليه وسلم والغرفة الفارغة من أجاز لكم أن تدخلوا على عائشة برضاعة كبير من أجاز لعائشة أن تعلم الناس الرضاعة اشتهدت 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 كفرت يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين أربعة اشتهدت معناها هذا كفر هذا الزندقة يعني عائشة لو الجامع يقول اشتهدت الله تعرفه لو الجامع يقول اشتهدت مثلا نقرأ رواية أن رجلا هي نزل بعائشة نفس سنحط لها شدة في اللغة العربية أن رجلا نزل بعائشة يابا هذا في صحيح مسلم أن رجلا نزل بعائشة مونزل يقول ايه صحيح هو نزل بعائشة ما كانت متفقوية ماذب بس نزل بعائشة هذا معناها زنة اهدت اهدت خب عرس رسول الله اهدت شن يعني اش تهدت نحن لا نحاسبه هذا هو واقع السنة بالنسبة لعائشة كل ما تحصرهم ولذلك لماذا علماءهم يهربون من ربهم القريشي لماذا العرعور يهرب لماذا عثمان الجمعة يهرب لماذا ذاك يهرب هذا يهرب هذا مشايخ السنة لماذا يهربون لماذا لأن أقص حد يصلون إليه بعد الحصري العلمي بكتب السنة اشتهدت اشتهدت يعني يعني كفرت يعني زانت زانت يعني فاعشة فاعشة يعني في النار يقول لا 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 احنا نقول اشتهد على الحج يا لي يكفر عدكم اشتهد ياهي تركب اشتهدت ياهي يركب اشتهد ياهي يرضع اشتهد ياهي يشرب اشتهد ياهي يحشش اشتهد ياهي يزن اشتهد ياهي يأكل لحم خنزير اشتهد ياهي يسيب ربكم اشتهد ياهي يقول قندر على دينكم اشتهد إذن لا يوجد عندكم كفار ومنافقين لا يوجد كل مجتهدين وأنا واحد من المجتهدين لا يوجد ولا أنتم بكيفكم هذا اشتهد وهذا ما اشتهد اخو بعمل ما يصير اخو بعمل ما يصير تعال بين هذا اجتهد ولا هذا اللي اجتهد وهذا ما اجتهد وهنا رح اصير طائفية والسيد ما يقبل بالطائفية ونحن ضد طائفية فلذلك الكل اجتهدوا والكل من اهل الجنة